هناك توعية في أول يوم غسل الأياد خاصة تخوف اليوم تحدي ليس بداهوجي فقط لكن صحي كذلك مسؤولية كبيرة جدا هل سنضمن الاستمرارية على مدار السنة لهذه السؤال التي تتابعنا؟ أولا شكرا على الاستضافة بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة الدخول المدرسي 2018-2019 نتمنى سنة دراسية موفقة لأبناء الجزائر وهم ربع سكان الجزائر رام أزيد من 9 مليون يعني اليوم ضمننا على الساعة الثامنة 9 مليون جالس على كرسي هذا شيء مهم أيضا بالنسبة للإجراءات الوقائية يعني ما ننتظر حتى نتكلموا على خطر كوليرا ولا خطر مدرسة المدرسة لازم توعي المدرسة لازم تربي المدرسة لازم تكون فيها اليقظة خاصة من الجانب النظافة والجانب الوقائي نحن في مدرستنا الصابون السائل هذا ما ننتظرناه حتى يكون 2018 ونتكلموا على الاحتراز ونتكلموا على الحيطة والحذر تلميذ لازم يغسل يديه لازم يغسل يديه هذا يعني شيء طبيعي خاصة نحن عندنا مطعم مدرسي تلميذ باستمرار يعني يداول على دورة المياه يغسل يديه باستمرار هذه فكرة الغسل الأيادي كيف هو ممكن أن نستخها أصلاً في ثقافة تلميذ مباشرة ما يكون تحت سلطة المدير أن المدير عنده أشغال أخرى وعنده مهام أخرى إذا كان وقف المدير صحيح الأستاذ ريح يكون حريص أكيد